قال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي إن الخطط العسكرية الخاصة بعملية استعادة القسم الغربي من الموصل استكملت وإن القوات العراقية تنتظر قرار القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لبدء الهجوم وقد أعلن الجيش العراقي أنه سيطر أمس على الجزء الشرقي من مدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية إن خفضت حدة العمليات العسكرية بشكل لافت إلا من عمليات قنص لمسلحين أو أهداف محددة في الضفة الأخرى من نهر دجلة كما يفعل هذا الجندي الذي اعتلى سطح منزل في الحي العربي على الضفة الشرقية لنهر دجلة لم يبقى من التنظيم في هذا الجزء من المدينة إلا لافتاته السوداء التي يعبر الأهالي بجوارها لدى عودتهم إلى منازلهم بعد أن غابت عنها قيود التنظيم تحرير الجانب الشرقي أو الأيسر من الموصل انتصار كبير انتصار للوحدة الوطنية وكذلك انتصار لكل من وقف إلى جانب العراق هذا التحرير فيه رسالة واضحة أنه لا داعش عسكري فوق الأرض الجنود العراقيون يواصلون تأمين الأحياء ومراقبة عناصر التنظيم على الضفة الأخرى للنهر فيما فتحت المدارس أبوابها أمام التلاميذ لبدء العام الدراسي الذي تأخر فصلا كاملا ترتسم معالم الفرحة على وجوه الأطفال وأولياء الأمور بالعودة إلى مقاعد الدراسة ويقارنون الفارقة بين مناهج التدريس التي يفرضها التنظيم وبين مناهج المدارس الحكومية ويقول أهالي الجهة الشرقية من المدينة بأن عامين مضي من حكم التنظيم للموصل خسر فيها التلاميذ مرحلتين دراسيتين في عموم الموصل أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة من سكان الجهة الشرقية عادوا إلى منازلهم بعد أن طوت القوات العراقية المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل فيما ينتظر أكثر من مائة وتسعة وثمانين ألفا من النازحين موعد عودتهم إلى منازلهم طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد